من جديد بجد تحية بالكابتن أيمان شوئي وضيوفي الكرام وبكل مشاهدين ومشاهدة ومتابعة شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان عقب نهاية اللقاء الأهلي والبنك الأهلي بتعادل سلبي بدون أدافة ما بين الفرقين وفوق النادي الأهلي بيفقد نقطتين في مشوار البطولة خلينا أقولك كابتن أيمان شوئي من هنا من داخل السيد المقالون العرب أبرز الكواليس وأبرز الأمور وطمنك على حالة محمد الشناوي كان لها حديث مع الدكتور أحمد أبو عبلة قال إن محمد الشناوي شعر بإجهاد في العضلة الخلفية فضلنا إن إحنا بالأمور الطبية دي بنتعامل مع اللعبة أي لعب يشتكي الشكوى من البداية بالفضل إحنا رايح اللعبين لكن حالة الشناوي الحالة طيبة ما فيش أي مشكلة إن شاء الله يكون جايز للمبارات القادمة بدءا من مبارات أمبي لكن إحنا دايما بنتعامل مع اللعبين أي شكوى من أي لعب بنتعامل معها طبيعيا إن إحنا نفضل إن إحنا ندي راحة أفضل للعبين على الجانب الآخر مستر بيتسو موسماني في كلامه النهاردة في المؤتمر الصحفي كلمة كبتر أيمن في نقاط مهمة قال احنا بنتعرض لضغوطات كبيرة جدا وضغط مباريات ومنافسات في ظل ان احنا طبعا قدرنا ان احنا الناديلالي كواحد من أندل الكبار قدر ان هو ينافس على كل البطولات ومطالب ويعني الجمهير بتطلبنا ان احنا نحقق كل البطولات وده طبعا قدرنا ان احنا نحقق كل البطولات عندنا ضغط وعندنا توالي مباريات راجعين من رحلة طيران شقة وصفر للجزائر ما استعدناش للمبراغر في يوم واحد لذلك يعني شفنا اجهاد لمحمد الشناوي ايضا نتكلم على يعني من الامور الفضالة نحن يعني عادي قال لي معلومة ادفعش بيه من يعني في البداية اللقاء طبعا ولا ادفعت بيه لان عدم الجازية العالي معلول اتسأل على ارضية الملعب قال انا تقييمي ان انا مش عايز اتكلم على ارضية الملعب اعتقد فيه ناس تقدر تقيم ارض الملعب الصورة طبعا بتغني عن اي كلام انا دوري ان انا اشتغل على مخلقش مبررات ودوري ان انا اشتغل على السلبيات اللي عندنا عشان نقدر نتجاوز هذه المرحلة عندنا مرحلة مهمة جدا انا واثق في اللعيبة كلنا عندنا الدافع موجود نشتغل الفترة اللي جاية نصلح اخطأنا في المباراة هذه المباراة والمباراة الماضية علشان ان شاء الله بدء من المباراة القادمة الصورة تختلف كان فيه نقطة برضو مهمة يا كابتن ايمن فيه يعني اعمالية او الامر الخاص بطارد الكابتن سيد عبدالحفيز مع من الحاكم امين عمر اقدر اقولك يعني كلام وحديث مع الكابتن سيد عبدالحفيز كابتن سيد يعني اللحظة احتساب الهدف والكابتن امين عمر رايح يشوف الفارفة الكابتن سيد بيقول الكابتن امين يا كابتن امين الكرة هدف أنت حضرتك عامل حساب لإيه فكابتن أمين عمر يعني مطلع الكارت الأحمر للكابتن سيد طبعا في كتير من القرارات أعتقد طبعا حضرتك ويكابتن الكبار كابتن ناصر عباس طبعا هيستعرض في الحالات التحكمية في استوديو الآلي دي كانت كل الكواليس وكل الأمور وكل التفاصيل من داخل استاد المقالون العرب أنا موجود معك كابتن أيمان لو فيه أي استفسار أو أي تساغ شكرا جزيلا يا فاروق